الغموض يكتنف سير المعارك في شمال الضالع الأنباء الواردة من هناك تحدثت عن معارك عنيفة اندلعت خلال الساعة الماضية إثر الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على معاقل القوات الحكومية في هذه الجبهة الموقع الإلكتروني للجيش تحدث عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في تلك المعارك إثر هجوم معاكس شنه الجيش على مواقع الميليشيا غرب مديريات قعتبة وذلك بعد أن صد هجوما وصف بالعنيف من جانب الحوثيين في جبهة حماك تحولات خطيرة في الموقف العسكري في هذه الجبهة لصالح الحوثيين الذين سيطروا خلال اليومين الماضيين على مناطق واسعة وستراتيجية في العود وسط تراجع للقوات الحكومية أثار استغراب المراقبين لسير المعارك هناك الضغط العسكري يزداد على المناطق المحررة من محافظة الضالع التي تعرضت لعدة هجمات بعضها استخدم فيه صواريخ اعتقد أنها باليستية فقد أفادت مصادل متطابقة بأن منطقة حكولة في سناح تعرضت لهجوم صاروخي هو الثاني من نوع خلال عشرة أيام فقط دون أن يسفر الهجومان عن أضرار بشرية عدا بعض الأضرار المادية الطفيفة التهديدات المحدقة بمركز محافظة الضالع استدعت زيارات لقيادات محسوبة على التيار الانفصالي لجبهة شمال الضالع لكن زيارات كهذه أعقبها تراجع في أداء القوات الموالية للحكومة والمدعومة مما يسمى بالحزام الأمني على نحو يعيد إلى الأذهان ترتيبات العام 2014 والتي شهدت تأييداً علنياً من الجماعات الانفصالية لانقلاب الحوثيين في صنعاء وفي مشهد مماثل تتعرض مناطق يافع لتهديدات عسكرية محدقة بعد أن تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق استراتيجية تابعة لكل من الزاهر وذي ناعم ما يعرض مديريتي الحد لبعوس التابعتين ليافع في محافظة لاحج لهجمات محتملة من الميليشيا قاتل أبناء دمت ومريس والعود في محافظتي الضالع وإب طيلة السنوات الخمسة الماضية ومعهم المقاومون في مديريتي ذي ناعم والزاهر بإمكانية متواضعة وصمدوا طيلة هذه الفترة لكن خذلان هذه الجبهات والتآمر عليها من قبل الشرعية وداعمها كما يذهب بعض المراقبين أنتجا تحديات خطيرة تهدد الإنجازة الهشرة لمعسكر الشرعية في مناطق التماس الرئيسية والأكثر اشتعالا مع الميليشيا الإنقلابية في وسط البلاد